أحييكم وأهلا بكم إلى بانوراما وهذه عنوينها واشنطن تهدد البنك المركزي لبناني بعقوبات على خلفية اتهامات بتسهيل تمويل حزب الله فهل يتحول التلويح لإجراء؟ الملف الثاني منظمة التعاون والتنمية تتوقع عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية العام القادم فإلى أي مدى تصدق هذه التوقعات؟ أهلا بكم أفادت صحيفة Wall Street Journal بأن الولايات المتحدة تسعى منذ أشهر لتدقيق شامل في حوالات مصر في لبنان وذلك للاشتباه في عمليات فساد وغسيل أموال مرتبطة بحزب الله وأكد التقرير أن مسؤولين وديبلوماسيين في الولايات المتحدة باتوا يمارسون ضغوطا على البنك المركزي اللبناني كجزء من حملة دولية لتهميش حزب الله المدعوم من إيران ومكافحة الفساد في البلاد ومن هذه الضغوط التهديد بفرض عقوبات على مسؤول المصرف واعتبر المسؤولون الأمريكيون أن مصرف لبنان كان محوريا في تمويل ميليشيا حزب الله المصنفة إرهابية لدى أمريكا بما في ذلك هجمات ضد حلفاء واشنطن ومن الأدلة نسخ من سجلات البنك المركزي تظهر السماحة لحسابات حزب الله في أحد البنوك اللبنانية الخاصة بالعمل حتى بعد أن طلبت واشنطن إغلاقها التقرير ذكر أيضا أن حاكم مصرف لبنان رياد سلامي موجود ضمن أولئك الذين يعيقون التدقيق الجنائي إضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين مرتبطين بحزب الله ما يجعلهم هدفا محتملا للعقوبات الأمريكية موسيقى موسيقى وقبل أيام كانت شركة ألفاريز ومرسال قد أعلنت انسحابها من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي لعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة لتنفيذ مهمتها وكانت الحكومة اللبنانية قد استعانت بالشركة المتخصصة هذا العام لمراجعة حسابات البنك المركزي وهو ما يعد من المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولي بعد تعثر المفاوضات حول حزم المساعدة بل حزم المساعدة بسبب تعطل تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع المقرضين وقالت الشركة في بيان أنها مستعدة للعودة لإتمام المهمة في حال توفر الظروف المناسبة لإتمام التحقيقات متابعة لهذا الملف ينضم إلي من بيروت الباحث السياسي لقمان سليم ومن نيويورك الباحث في مؤسسة الدفاع عن ديمقراطيات توني بدران أهلا بكم ضيفي الكريمين هل هذه الخطوة تأتي في إطار الضغوطات الأمريكية أم سنتوقع إجراء جدي وعقوبات استيس توني تفضل مساء خير فينا ندقق بس أول شيء بالتقرير بالوالد ستريت جورنل لأنه مش معروف مين المصدر يلي عم بيلوح بهالإجراءات يعني فيه مصادر لبنانية مصادر غربية مسؤولين سابقين ومسؤولين حاليين مش معروف مين عم بيلوح بالإجراءات المهمة استيس توني هل لديها معطيات وولد ستريت جورنل حتى تقدم هذا التقرير؟ هذا بيت القصيد نعم هيدا كانت نقطة تانية أنه ما فيه أي شك بالإدعاءات اللي عم بتجيب الوالد ستريت جورنل وعم بتقول أنه شايفت وسائق يعني طلعت حداً أعطيها وسائق على دور البنك المركزي بالتواطق مع شبكة حزب الله لتبيض الأموال في لبنان وهذا الشيء موجود أصلاً فيه أدلة بقلب العقوبات الأمريكية السابقة مثلاً على أعضاء بحزب الله مثل النائب السابق أمين شري واضح بقلب العقوبات أنه أمين شري كان عم بساعد رجال أعمال يعني هدفه كان هو التنصيق مع المصارف يعني دور المصرف المركزي أساسي فيها هناك كمان إدعاءات ووصائق أخرى بتشير لدور أكبر للبنك المركزي بمساعدة شبكات حزب الله وخصوصاً شبكة أدهم طباجة بلبنان دعنا نسأل أستاذ لقمان سليم إلى أي حد أستاذ لقمان مساء الخير وأهلاً بك معنا أيضاً إلى أي حد من الممكن أن يكون مصرف لبنان غطى هذه النشاطات المالية لحزب الله يعني دعيني يا زيدتي أتابع بعض الشيء ما قاله ضيفك ولكن أن أختصر الموضوع بملاحظتين ملاحظة مبدئية وهي أن هذا المصرف المركزي برئاسة حاكمه الحالي يغطي عملياً سياسات الفساد بما فيها سياسات حزب الله ودخوله إلى القطاع المصرفي منذ أواصل التسعينيات وكلنا يذكر فقط للتذكير بأن المصرف المركزي غضى الطرف عن ارتكابات بنك المدينة بأن المصرف المركزي هو من ساعد بنك الموارد وهو أيضاً أحد البنوك المشبوهة في العام 2002 وهكذا دواليك إذن مسؤولية المصرف المركزي وأركان المصرف المركزي مسؤولية لا تنفصل عن مسؤولية أعضاء نادي الفساد اللبنانيين من كبيرهم إلى صغيرهم لا يمكن أن نتحدث عن فساد للمنظومة الحاكمة في لبنان المنظومة الساكتة عن ارتكابات حزب الله في لبنان وسوريا والعراق ولا نتحدث عن المصرف المركزي أما على المستوى التقني البحث وبما أننا جئنا على ذكر النائب أمين شري الموضوع على لوائح الإرهاب فدعيني أضيف بأن السيد أحمد صفا مثلا الذي كان أحد الأعضاء المبرزين في لجنة الرقابة على المصارف ليس سوى زوج شقيقة النائب شري وهنا نكتشف كيف يتداخل عمليا الشخص العائلي بالعام وكلنا يعرف بأن لجنة الرقابة على المصارف لا تتحكم فقط بالرقابة على المصارف ولكنها لعبت وتلعب أدوارا أساسية في علاقة المصرف المركزي بأصحاب بيوت الصرافة وكلنا يعرف أيضا دور هذه البيوتات سواء أكانت شرعية أو غير شرعية في تمويل نشاطات حزب الله الأمر الثالث والمهم بإجاز لو سمعت إضافته هو أن كل سياسات حاكم مصرف لبنان عمليا أدت إلى تحويل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد كاش والمستفيد الأول من اقتصاد الكاش هو حزب الله وبالتالي فإن لم تكن مسئولية حاكم مصرف لبنان مسئولية مباشرة فهي مسئولية غير مباشرة سأعود إلى موضوع حاكم مصرف لبنان معك استاذ لقمان ولكن سأذهب إلى استستوني لنسأل ونستفهم إذا فردت هذه العقوبات على مصرف لبنان هل هذا يعني أعزل لبنان نهائيا عن النظام المالي العالمي؟ طبعا تداعيات هذه العقوبات على المصرف مش على حاكم المصرف إلى يعني عواطب بعيدة يعني بعيدة الأمل بس حتى ما نروح لبعيد يعني بعد ما بتصور أن وصلنا لهالدرجة إذا من يعني إذا في حدا مسئول حالي بالإدارة هو اللي عم بلوح بهالعقوبات هي للضغط على الأرجح على الحاكم وعلى الطبق وعلى يعني طبقة السياسية المالية بالبلد يعني استستوني برأيك يعني يجب التعامل مع هذا الخبر كجرس انذار يعني لا يجب أن يمر مرور الكرام صحيح؟ على الأغلب هو برأيي هيك كرمال يعني لأنه ما عم مثل ما ذكرت التدقيق الجنائي لأنه اللبنانيين لطبقة السياسية يعني عم واضح أنه عم بتجرب تتفادا حدا تم يعني التلويح بهالأمر وخصوصا لحاكم المصرفية اللي هو واجهة يعني هالوضع المالي بالبلد إنما أريد الإشارة لشغلي يعني الأستاذ لقمان أشار لأستاذ أحمد صفا أحمد صفا هو كان كمان مدير بالبنك اللبناني الكندي يلي هو أول بنك لبناني تم فرض عقوبات عليه من الإدارة الأمريكية يعني ليه سبب تبيض الأموال تحديدا لحزب الله خصوصا يعني أموال عائدة من عوائد التجارة بالمخدرات هذا الأستاذ بقي من 2012 لحديث أدار 2020 على لجنة الرقابة بالمصارف يعني تتشوف لحديث وين الطبقة السياسية المالية بطواطق مباشر مع حاكم المصرف يعني هي كانت مسؤولة أستاذ لقمان موضوع حاكم مصرف لبنان الكل يعرف بأن الولايات المتحدة لديها ثقة فيه يعني حتى سفيرة الولايات المتحدة في بيروت في إحدى المقابلات قالت لا يجب تحميل حاكم مصرف لبنان هذا الانهيار المالي ما الذي تغير حتى بدأنا نسمع بموضوع عقوبات عن مصرف لبنان بموضوع مسؤولية حاكم مصرف لبنان هل الولايات المتحدة أصبحت مقتنعة بأنها يجب أن تتعامل مع نظام جديد وبأن هذه المنظومة الحاكمة الآن غير قادرة على مواجهة حزب الله يعني نعم دعيني أولا أبدأ بالقول بأن الدول الكبرى لا تصادق ولا تعادي وبالتالي فأن تكون السفيرة الأمريكية قد قالت هذا الكلام ذات يوم فهذا لا يعني بأنه سياسة الدولة الكبرى التي هي الولايات المتحدة الأمر الثاني والمهم هو أننا اليوم لسنا أمام تسريبات الصحيفة الأمريكية فقط ولكن دعيني أذكر بأن جريدة اللوموند أيضا صدرت وفي صفحتها الأولى يعني مقالة افتتاحية تتحدث عن مصرف لبنان بوصفه دولة ضمن الدولة الأمر الثالث والمهم هو أن مصرف لبنان عمليا اليوم هو أحد المرافق الأساسية التي تتحمل مسؤولية الانهيار الكامل الذي وصل إليه هذا البلد وإذا كان رياض سلامي ذات لحظة قد طرح نفسه بوصفه مرشحا لرئاسة الجمهورية يعني يحظى بدعم غربي فهذا لا يعني بأن كل سياساته خلال السنوات الماضية لم تكن مسؤولة عما آل إليه لبنان اليوم وفي ظل وعلى خلفية الانهيار أظن بأنه كما نقول بالعامية لا خيمة فوق رأس أحد ورياض سلامي اليوم هو يعني مثله مثل كل أعضاء نادي الفساد مطلوب للشهادة على الأقل بشأن ما حدث في لبنان وما أدى باللبنانيين وبودائعهم إلى هذا الخراب العميم موضوع أخير أود أن أضيف إلى ما قاله الأستاذ توني وهو أن السيد أحمد صفى بعد خروجه من مصرف لبنان عمليا وجدناه في مصرف آخر تمت معاقبته هو مصرف الجمال وبالتالي هذا يعني دليل إضافي على هذا التداخل المفيوي لأنه لا كلمة أخرى بين السياسات المالية في لبنان وبين العصابات الحاكمة وعلى رأسها ميليشيا حزب الله استاذ توني هل استخدام الضغط المالي هو الذي قادر على كبح نفوس حزب الله؟ مع العلم بأنه هو يقول بأنه لا يستفيد من النظام المالي اللبناني بالنسبة لآخر نقطة يعني هو الأمين العام وتم استشهاد بأحد خطباته بالمقال طبع الوالس تريت جورنل أنه يلي قاله مرتين بالربيع قال أنه روحوا حكومة حاكمية مصرف لبنان تشوفوا مين بيجيب الدولار على لبنان هيك قال الأمين العام طبع حزب الله يعني أقر أنه هو وكان لفت الأستاذ لقمان مثلا لدور بيوت التباتل العملي أنه كمان هذه كانت بالدعاوى القضائية الموجودة بالولايات المتحدة وحتى بالعقوبات التي تم فرضها على هذه البيوت موجود هذا الدور لإدخال حزب الله للكاش على لبنان ومن عبر هذه البيوت إلى المصارف ويتم تضييض العملي هكذا بالمصارف وهذا ما تدل عليه العقوبات التي تم فرضها إنما بالنسبة لدور حزب الله بالقطاع المصرفي الولايات المتحدة بس تعمل صارت فرض عقوبات على مصرفين مبنانيين يعني هذه ما بتتم عبر تدقيق قضائي واستخباراتي بالولايات المتحدة قبل ما يتم فرض العقوبات يعني لا يتم فرضها بها السهولة طبعا يعني هذه موسقة وتم التدقيق فيها إنما أنا أختلف به مع المنطق إنه باستعمال الضغط المالي هو الهدف من استعمال الضغط المالي إن كان الهدف من استعمال الضغط المالي هو قطع إمكانية حزب الله عن إنه يستعمل المصارف بغض النظر عن الضرر يلي بتتعرض إلها أو الانكشاف اللي بتتعرض إلها المصارف يلي هي عرضت حالة لهالانكشاف هايدي الشي وشغلة تانية هي إنه استعمال الضغط لأهداف نوع من هندسة سياسية في لبنان إنه مثلا من منعلي من قيمة حدن أو من وط أنا هايدي برأيي لأنه كون لبنان سياسيا مستنقع سياسي هايدي ما رح تود لنتيجة العقوبات لفرض ضغوط حقيقية وعواقب حقيقية على حزب الله وحلفائه بتصور هي أهم وأهيا للسياسة الأمريكية إنه تتبعها أستاذ لقمان في هذا التقرير تم الحديث عن تقصير البنك المركزي بالإشراف على النظام المصرفي مساعدة بتعزيز الفساد المستشري ومساعدة حزب الله بتبييد الأموال أو بتعامل مع النظام المالي أين قصر المصرف المركزي؟ هل لأنه لا يستطيع مواجهة حزب الله؟ هل غير قادر على مواجهة حزب الله؟ أم ما هو السبب وراء ذلك؟ إذا كان صحيح قصر يعني يا سيدتي نعم يعني يا سيدتي لعل كلمة تقصير هي كلمة ملطفة وهي بدل عن استعمال كلمة تواطئ فكلنا يعرف بأن بقاء التمديد لحاكم المصرف المركزي ولتسمية نواب الحاكم إنما تتم بقرار سياسي وأن أي قرار بقرارا من حزب الله يعني أو من قوى سياسية لا أقول من حزب الله فقط ولكن من كل القوى السياسية بما فيها حزب الله وبما فيها القوى السياسية التي يرعاها حزب الله وبالتالي فإن مجرد بقاء الحاكم في منصبه ومجرد ابقاء سياسات المصرف المركزي على حالها من التساهل تجاه بعض المصارف وتجاه بعض بيوتات الصرافة وسياسة غض النظر تجعل من مصرف لبنان متواطئا بكل معنى الكلمة سواء في الانهيار المالي والنقدي أو في مساعدة حزب الله لربما ذات حين بدأ أن تحييد هذه المؤسسة قد يكون مجديا على غرار ما نسمع أحيانا بأن الجيش ومصرف لبنان ولكن اليوم يثبت بالدليل القطعي أن من أباح السوق اللبنانية لاقتصاد الكاش هو مصرف لبنان وهو تعاميم حاكم المصرف وعندما نقول اقتصاد الكاش فإنما نعني اقتصاد لا يمكن الرقابة عليه اليوم لقد تحول لبنان إلى جنة مالية بالنسبة لحزب الله طالما أن مصرف لبنان ساهم في تحويل هذا البلد إلى جنة مالية يسرح فيها حزب الله ويمرح ويأتي إليها بالأموال القذرة فبطبيعة الحال مصرف لبنان مسؤول حاكم المصرف مسؤول وكل من حمى الحاكم وكل من ساهم بالتمديد له مسؤول أيضا سؤال أخير لهذا الملف ماذا على لبنان ماذا يجب فعله الآن حتى نتفادى هذه العقوبات أو هذه الإجراءات التي من الممكن أن يتم اتخاذها بحق مصرف لبنان المشكلة طبعا هي كما يقال بالعامية بلبنان حمية حرامية حتى لجنة الرقابة على المصارف مثل ما سبق الحديث هن نفس الطبقة السياسية المالية هي اللي عم بترائب حالها وهي المطلوب منها أن تعمل مراقبة ذاتية لحالها ويالي هي شيء ما رح تعمله من الواضح مشان هكي مرسال وألفالي يعني التدقيق الجنائي لن يجدي نفعا ولن يحصل نفهم الحديثك ما حصل يحوى رفضوه رفض ولكن من الممكن أن يأتوا بشركات أخرى هكذا يتم الحديث الآن هذا يعني بأن أتدقيق الجنائي لن يحصل لا مع الفاراز ومرسال ولا مع غيرها صح لأن المشكلة مش الفاراز ومرسال المشكلة وحتى المشكلة منى أن القوانين اللبنانية يعني اللي عم بيتزرعوا فيها أن القانون السرية المصرفية والنقد والتسليف وإلى ما هنالك هي المشكلة أن المسؤولين حاكم مصرف لبنان ومجلس النواب وزعماء الطائفيين اللي هن متداخلين فيها وبالتعيينات وبالإدارات مجالس إدارات هذه البنو ما رح تفت ما رح تفرجي هي شو عملت لآخر خمس سنين سبع سنين عشر سنين بمصريات الناس ومتل ما سبق متل ما تم ذكروا بالمقال الولف ستريت جورنل أنه هل تدقيق الجنائي شو رح يكشف عن تواطئ مع حزب الله المصنف إرهابياً اللي هي ما بتعود مسألة فساد وحسب تصير مسألة أبعد بكثير على كل حال نشكركم جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا أو لمناقشة هذا الملف من نيويورك البحث في مؤسسة الدفاع عن ديمقراطية توني بدران ومن بيروت البحث السياسي لقمان سليم نشكركم وفي بانوراما الملف الثاني نتابعه بعض الفاصل مع التفاؤل باقتراح التوصل للقاحات ضد كورونا ما هي التوقعات للاقتصاد العالمي ما بعد الأزمة أهلا بكم من جديد إلى بانوراما قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن أفاق الاقتصاد العالمي في تحسن بالرغم من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا في الكثير من البلدان وقالت المنظمة في أحدث توقعاتها إن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 4.2% في العام المقبل ويتراجع إلى 3.7% في 2022 بعد أن انكمش بنسبة 4.2% هذا العام وقالت المنظمة إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل عام سيعود إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية 2021 لكن ذلك تكمن تحته اختلافات واسعة بين الدول إذ من المتوقع أن يظل الناتج في كثير من البلدان أقل من مستويات ما قبل الأزمة بنحو 5% في عام 2022 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وضح الخبراء في منظمة التعاون والتنمية خلال تقديمهم لتقرير المنظمة حول أفاق الاقتصاد العالمي أن التقدم المحرز مع اللقاحات والإلاج أدى إلى رفع توقعات وانحسار الإرباك وأن لقاحاتي ستسهم في تنشيط التعافي لكن النمو سيكون متفاوتا على الأرجح مضيفين أنه وللمرة الأولى منذ تفشي جائحة كورونا هناك أمل بمستقبل أكثر إشراقا لكنه صعب ومؤكدين أن تدبير احتواء الفيروس ستكون ضرورية على الأرجح لأشهر قادمة متابعة لهذا الملف ينضم إلي من لندن دكتور ناصر قلبون أستاذ الاقتصاد السياسي وابن الرياض الخبير في التجارة الدولية دكتور فواز العالمي أهلا بكم ضيفي الكريمين سأبدأ معك دكتور قلبون ما هي المواطيات التي جعلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تكون متفائلة إلى هذا الحد أولا أقول أنها تفترض أنه اللقاحات ستعمل عندي 20 إلى 30 لقاح على الأقل في 50 من الصين كينيا تجري تجارب الهند كذلك ودول أخرى مصر المغرب على واحد أو اثنين من هذه اللقاحات هذا واحد اثنين كذلك بأن حتى مثلا نملأ من بريطانيا الاتحاد الأوروبي يفترض الربيع هو بداية الانتعاش ثلاثة أنا عندي شك لأن 4% النموم من OECD في باريس المنظمة التي ذكرتها هو بافتراض مقارنة بهذا العام وليس في عام سابق بمعنى 4% تعتبر إيجابية لكنها من الحديد الذي وصلنا إليه وأغلاقات شاملة زائد أوروبا عندي ولاية فيكتوريا في أستراليا أربعة شهور إغلاق لكن الخبر الحلو أن في آخر شهر لم تحصل ولا إصابة واحدة إذن هناك أخبار جيدة لكن النمو برأيي سيكون متعسر لكن يجب أن ننظر إلى الأمور الإيجابية وبالتالي إنفتاح اقتصادي عند كل الدول محسوب لن يحصل بنفس النسبة على فكرة إنما بمساوات متفاوتة الأمل كذلك هو أن الصين عندها نمو 1.6% وبالتالي ربما سيطرت على الوباء جزئيا عندي فكرة عن اليابان وشرق آسيا كذلك سيطروا عليه وبالتالي الإنتاج الصناعي سيكون أفضل وهذا ما تعتمد عليه المنظمة التي تمثل الدول الغنية والصناعية دكتور فواز أهلا بك معنا أيضا هل الوقت الذي يحتاج الاقتصاد العالمي للتعافي سيكون قريب بلأنا الآن نتحدث بتفاؤل عن موضوع الاقتصاد في العالم ولكن هل هذا التفاؤل واقعي لنكن صارحين في الواقع أولا مساء الخير لكم ولمشاهدين العربية لنكن واقعيين طبعا صندوق النقد الدولي قبل خمسة ساعات أصدر تقريرا مثيرا للغاية وحذر من التفاؤل المتزايد بالنسبة لتعافي الاقتصاد في خلال عام 21 أو 22 والدليل على ذلك أن الصين التي منذ عام 96 كان النمو فيها لا ينخفض عن 9 في المئة سنويا لأول مرة في تاريخها منذ ذلك الوقت ينخفض هذا النمو إلى 2% في هذا العام وقد لا يصل إلى أكثر من 3.5% في العام القادم طبعا إذا نظرنا إلى هذه الأرقام وأرقام أيضا أخرى مثل الأرقام التي سنذكرها في قطاع السلع وقطاع الخدمات في قطاع الخدمات السياحة هي أكثر المتضررين من 155 نشاطا في قطاع الخدمات تضررت بحوالي 730 مليار دولار لننظر إلى النقل الجوي النقل بصفة عامة في العالم العربي كما ذكرتم في تقريركم قد يخسر 1.7 مليون وظيفة في العالم العربي وهذه الوظائف هي نصف الوظائف الموجودة في هذه القطاع وما يشارك هذا القطاع أيضا من وظائف فمن الضروري جدا أن نركز على الأرقام بطريقة واقعية وحقيقية بالنسبة للمستقبل حتى نستطيع أن نجد الحلول وكيفية معالجتها والتي سنذكرها لاحقا في هذا التقرير دكتور قلوون عادة عندما يصاب العالم بركود كما حصل مثلا عام 2008 ولكن جائحة كورونا مختلفة جدا وأضخم بكثير يبدو حسب الأرقام وحسب ما شاهدنا منذ أشهر حتى الآن ولكن عادة ما هو الوقت الذي يحتاجه الاقتصاد للتعافي بعد هكذا جائحة أو أي مشكلة ممكن أن تحصل في العالم أو أي ركود كنا نتمنى أن تحصل على شكل V بمعنى انهيار سريع ثم انتعاش سريع لم يحصل هذا الأمر نحن الآن في الموجة الثانية ربما هناك خوف من الموجة الثالثة هذا واحد لكن هناك قطاعات سيئتي كما قال الدكتور فواز صحيح السياحة والسفر متأثر جدا الآن في بريطانيا عندي سلسلتين من المتاجر تهدد بخسران 25 ألف وظيفة إذن قطاعات النفطة تأثر شركة اسو موبيل التي لم تخسر في تاريخها خسرت في الربع الثالث وهذا يعطيني فكرة لكن هناك مرونة بقطاعات معينة عندي زملاء في اليابان يعني في الجامعات قصدي يدرسون إما أونلاين وأما وجه لوجه بمعنى أسبوع بالشهر وهذا مرغوب لكنهم قالوا لمدراءة الجامعات لا يحبون الهايبريد يعني الصف يدرس ويجري ذلك على السنويات والمدرس الأخرى بمعنى نصفه بنفس الوقت هو أونلاين ونصفه فيس تو فيس يعني واجها لواجه وبالتالي إما يكون أونلاين وأما يكون فيس تو فيس مع تفضيل الطلاب المواجهة يخصوصا طلاب السنة الأولى وبالتالي صناع القرار كما قالت مجموعة العشرين في التوصيات وغيرها يأخذون كل هذه الاعتبارات وبرأيي ينظرون إلى الكأس الماليان ويريدون انهاض الاقتصاد وليس فقط تعداد الخسائر دكتور فواز بماذا مرهون هذا التعافي للاقتصاد هذا مرهون في الواقع وأنا مسرور جدا ما ذكره الدكتور ناصر في موضوع المجموعة العشرين لأنه لولا أن تدخلت المملكة بشكل قوي جدا في مارس في أثناء انعقاض القمة الاختراضية الأولى وتدخلت وأعلنت ضرورة التعاون بين جميع الدول لأن تكون هناك محفزات قادرة على تأخير وتعديل تعديل مسار الاقتصاد العالمي لابد أن يكون هناك تعاون بين جميع الدول الدول الغنية يجب أن تتراجع بشكل كبير عن مطالبة الدول الفقيرة بدفع استحقاقاتها ودفع ديونها وتكاليف هذه الديون ووافقت على تأجيل تكاليف الديون العام القادم ولكن هذا لا يكفي هناك قطاع السلع قطاع السلع التي نسميها سلاسل الإمداد التي تشكل حوالي 37% من التجارة العالمية هذه لازم يجب علينا أن نعتني بها ماذا عن الانفاق الاستهلاكي؟ هذا ما تقصده دكتور فواز؟ نعم الانفاق الاستهلاكي يجب أن يتعدل بشكل كبير جدا لأن زيادة أسعار النفط لن تتماشى مع الانتاج العالمي إذا لم يكن هناك استهلاكا كبيرا لهذه المنتجات وسلاسل الإمداد كلما انخفض الانتاج في العالم ستنخفض أسعار النفط كلما زاد الانتاج في العالم ستتعطش الأسواق إلى زيادة النفط وبالتالي ترتفع أسعاره وهنا أيضا يجب أن نتطلع إلى أن يكون هناك مشاركة فعلية عالمية بدون أي تحيز بين دولة وأخرى على كل حال في قمة العشرين كان هناك تركيز على هذا الموضوع أن يكون هناك اعتدال بالتعامل مع كل الدول وهذا ما اتفقوا عليه على كل حال ضيوفي الكرام ابقوا معي سنلقي نظرة سويا على خسائر الاقتصاد العالمي بسبب أوبئة انتشرت في فترات سابقة ومن ثم نعود لمتابعة هذا النقاش موسيقى 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 مرة جديدة إلى ضيوفي من لندن دكتور ناصر قلوون أستاذ الاقتصاد السياسي ومن الرياض الخبير في التجارة الدولية دكتور فواز العالمي أهلا بكم مجددا دكتور قلوون كنت أقرأ في تقرير صحافي يتحدث عن أن الدول التي تعتمد على التصدير هي الأكثر أذى من هذه الجائحة وهي التي ستتأخر بالتعافي لماذا؟ بالطبع لأننا نحن غيرنا أنماط الاستهلاك صناعة الملبوسات تعاني عدم الزهاب للمناسبات الاجتماعية أو الخروج أو الإغلاق يؤدي إلى عدم شراء الملبوسات لكن هناك تعويض بسلع الفاخرة مع أن الناس لا يذهبون خارجا إقفال المرافق الاجتماعية المسارح وغيرها بالطبع هذا القفل يحبط ويقلص الاستهلاك يركزه على أمور أخرى أونلاين يعني لعب أو غيرها وبالتالي تعاني أنا أقول الأمل موجود الآن في بريطانيا سينتهي غدا الإقفال الثام بعد شهر الإقفال مرة ثانية وبالتالي تفتح المتاحف أبوابها قمت بحجز أنا عضو في المتاحف البريطاني قمت بحجز زيارة مع أني عضو في يوم الجمعة وقيسي على ذلك غيري بمعنى فتح الحانات وفتح المسارح وفتح الأمور الرياضية مع التقييد بثلاث مستويات وهذا سيدفع إلى الاستهلاك إلى الخروج لحاجة اجتماعية ونحن الآن ندخل في العالم الغربي مواسم أعياد الميلاد ورأس السنة استهلاك الشهر هذا يساوي ثلاثة أشهر من العام وبالتالي لحاجة اقتصادية ولحاجة اجتماعية تفتح الأبواب مع وجود القيود المفروضة والتي تظهر بعض الامطعات من بعض القطاعات في البلاد دكتور فواز إذا أردنا أن نراقب على الأسواق كيف يمكن أن نرصد بوادر التعافي؟ أنا أعتقد بوادر التعافي سيكون أيضا من نمط الانتاج ومن نمط الاستهلاك إذا كان هناك استهلاكا كبيرا سيكون هناك انتاجا أكبر ولكن للأسف الشديد أن صندوق النقد أيضا أشار إلى أن الحد الأدنى للخسائر قد يسر إلى 17 تريليون دولار بينما الحد الأعلى قد يسر إلى 35 تريليون دولار بحلول عام 2022 طبعا هذه القسائر هي مربوطة بشكل كبير جدا إلى أنماط الاستهلاك وأنماط الإلتاج ولذلك على الدول الآن أن تستعين بما ينتج داخل هذه الدول وتحد بشكل كبير من التنافسية التي أصبحت تشكل عبءا على بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية من الصين وأن يكون هناك سياسات حمائية ستؤذي الاقتصاد العالمي بشكل أكبر وبالتالي من الضروري جدا أن نتراجع عن هذه السياسات الحمائية وسنجد أن الاقتصاد سينمو بشكل بطيء ولكن بشكل معتدل وقادر على تخطي الأزمة في 2021 دكتور فواز حضرتك الآن طرحت موضوع هذه السياسات يجب أن تخلي عنها دعنا نسأل دكتور قلوون عن مثلا ما الذي يمكن أن يساهم بتقدم العملية الاقتصادية يعني إذا تخلوا عن هذه السياسات التي تحدث عنها دكتور فواز ما الأمور الأخرى التي يمكن أن تدعم تقدم العملية الاقتصادية برأيك ويجب فعلها في القريب العاجل أولا عدم إسكاء الحرب التجارية ليس فقط مع الصين بحكم أنها أكبر مصدر في العالم لكن بين الدول الغربية مثلا نزاع شركة إيرباس لطائرات المدنية مع بوينج الأمريكية بقي له عشر سنوات وهنا نذهب إلى اختصاص الدكتور فواز منظمة التجارة العالمية سيكون لها خلال عدة أيام رئيسة جديدة هناك متنافستين كورية ونيجيرية وهذا يبشر بعودة ألوية المتحدة كانت تبشر إدارة بايدن بالعودة إلى المنظمات الدولية منظمة الصحة وأنا لا أرى الأمر فقط أموال مع أنها مهمة لكن خبرات أمريكية الشركات الطبية الكبرى الصناعية الكبرى هي أمريكية وبالتالي نستفيد من هذا الأمر تفعيل الوكالات الدولية من توصيات مجموعة العشرين كذلك أن أي مبادرة فردية لن يكون لها يعني مفعول إلا بالتناسق الاقتصادي والآن رأيت الدور السعودي موجود بإيجابية عبر اجتماع أوبيك لأن التسابق للبيع ليس فقط في النفط والغاز لكن في أمور أخرى معادن وغيرها هذا أمر يضر بالجميع عندي خبر إيجابي وهو كسر سعر معدن النحاس 7000 دولار وهو يستخدم كثيرا في الصناعة هو رقم واحد وبالتالي يقله رادار الصناعة زيادة الإقبال على النحاس يعني الإقبال على الإنتاج الصناعي وبالتالي باستشراف أن الاستهلاك سيكون العام القادم كبير جدا كلنا عندنا إدخارات كأفراد وكشركات ولا أقول دول لأن الدول تقوم بالتشصيل الكمي لكن هي تتحفز للاستهلاك برأيه ب2021 دكتور فواز تحدث دكتور قلبون عن العودة إلى المنظمات الدولية ولديه تفاؤل بأن الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة ستعود إلى هذه المنظمات ولكن السؤال كيف يمكن أن نعيد الثقة بهذه المنظمات الدولية لأن في فترة جائحة كورونا المواطن والجميع وحتى الدول أصبح لديهم ضبابية حول هذه المنظمات نعم إعادة الثقة هو مرهون في الواقع في إعادة الهيكلة وأيضا إصلاح هذه المنظمات وهذا ما وعد به بيان الرياض في مجموعة العشرين قلال اجتماعه في مارس من هذا العام لابد من إعادة الهيكلة لابد من النظر إلى الدول الضعيفة لابد من إيقاف الدول المتقدمة عن صادراتها المدعومة إلى الدول الفقيرة والنامية لابد من أن ننظر إلى الدول النامية والفقيرة ليس بنظرة العطف وإنما بنظرة الشبولية ليدخلوا في هذه المنظمات بشكل نحن نستفيد منهم وهم يستفيدوا أيضا من التقنية سواء في براءات الاختراع الأسرار التجارية حقوق البلكية الفكرية وغيرها لأن هذه الأدوية التي تحدث عنها الدكتور ناصر وتحدثت عنها في هذا التقرير لابد أن يكون هناك تنظيم بحيث تستطيع جميع دول العالم بتصنيع هذه الأدوية وليس ربطها بحقوق البلكية الفكرية وعدم الموافقة على تصنيعها في هذه الدول الفقيرة وغلاء أسعارها أيضا في تصديرها فلابد من أن يكون هذا بشكل كبير جدا على فكرة إذا سمحت لي هناك أيضا عدد كبير من الأنشطة التي اكتسبت مبالغ ضخمة جدا وأرباح فائقة من خلال الجائحة مثلا نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات تقنية المعلومات اليوم صدرت تقرير عن شريطة واحدة زوم والشريطة عبر الأونلاين التجارة الإلكترونية بشكل غريب بشكل كبير جدا أكثر من 60% زيادة عما كانت عليه في 2019 شركة زوم ارتفعت أسهمها بحدود 500% في خلال عام واحد فلابد من النظر إلى هذه الأنشطة التي نستطيع أن نستفيد منها في المستقبل لتخطي عقبة مصائب قوم عند قوم فوائد البعض تأذى والكثيرين تأذى ولكن البعض ربح استيزا دكتور قلمون سؤال أخير الكل لديه خوف من أن جائحة كورونا ستخلف ندوبا اقتصادية دائمة في أنحاء العالم هل هذا صحيح؟ أنا أقول صحيح أولا نفسيا كلنا نحن كأفراد كمجتمعات كدول هناك أمور كثيرة نتطلع لفتح الأبواب سنة 2020 ذهبت من حياتنا بدون سفر ولا أقول سفر المتعة فقط لكن أقول التحرك التفاعل الاجتماعي تبالي الخبرات في المصانع ليس كل شيء أونلاين هذا الأمر لكن أريد أن أضيف نقطة لما قال الدكتور فواز عشر سواني عشر سنوي الهند تقوم بحماية للسوفتوير التي تأتي من الصين بمعنى ليس من المصلحة غمر دول لا أقول فقيرة لكن بأمور تعزز المتقدم كي يتقدم أكثر على أكثر أشكركم دكتور ناصر قلوون ودكتور فواز العالمي انتهت بانوراما للليلة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر بعض السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة